يعني عدي على أخبارنا النهاردة بدايةً هنروح لبعثة مصر في بطولة البحر المتوسط اللي أضافت لرصيدها تلات ميداليات جديدة طبعاً البطلة المصرية بطلة من ذهب نعمة سعيد أضافت لمصر ميداليتين ذهبيتين في رياضة رفع الأثقال بعد ما نجحت فيه محاولتين على التوالي وكده وصلت نعمة طبعاً البطلة المصرية رصيد بعثة مصر من الذهب لتسع ميداليات ألف مبروك طبعاً عندنا كمان في رياضة رمي الرمح ميدالية فضية أضافها البطل المصري إهاب عبد الرحمن عمل رمية فيها 75 طبعاً علم مصر وهو مرفوع مع علم تركيا وأعتقد الأشقاء في الجزائر والعالم طبعاً أقدر وبيض مش بقى بالزبط كده دي الميدالية الذهب اللي أضافتها رياضة رفع الأثقال واحدة من الرياضات اللي تراهن عليها بشكل كبير جداً في بعض الرياضات كده إحنا شاطرين أو يعني شاطرين متفوقين فيها تقدر تراهن عليها وعلى أبطالها وتستثمر وتعدهم بشكل كبير بحيث تراهن على ميدالية أولمبية ولسه بإذن الله إن شاء الله البعثة المصرية ما اكتفتش إن شاء الله بإذن الله فيه في المشوار ميداليات جديدة ترجمة نانسي قنقر